شكرا لكم يا كابتن ياسي شكرا لكم يا كابتن ياسي تعالوا لخبر مهم جدا وهو خبر انتصار لنادي الزمالك ولرئيسه المستشار مرتضى منصور المحكمة الرياضية الدولية بتغرم قهربة 2 مليون دولار والمحكمة الرياضية كمان ما اكتفتش بدا قالت ان من 2019 يونيو 2019 الـ 2 مليون دولار دول هيزيده 5% فوايد من يونيو 2019 يعني انا حسبتها كده لقيتها 2 مليون دولار 342 ألف دولار تقريبا يعني تقريبا وان المبلغ ده مش واقف عند كده المبلغ ده مستمر الى ان يدفع المبلغ يعني لو المبلغ ادفع النهاردة هيبقى المبلغ كده ادفع بعد شهر فيه فوايد تانية ادفع بعد شهرين فيه فوايد تالتة ادفع بعد ثلاث شهور فيه فوايد تالتة تمام؟ فده انتصار غير طبيعي لنادي الزمالك ونجلس دارته المستشار مرتضى منصور بنقوله 1000 مليون مبروك